اشتركوا في القناة في الحلقة السابقة أنه نعرض في هذه الحلقة أو في هذا القسم من البحث الدليل النقلي لإثبات جواز التعبدي بجميع المذاهب الإسلامية طبعا سيتضح من خلال البحث أنه النصوص الروائية التي نستشهد بها لا تتكلم عن جواز التعبدي بكل نحلة وإنما تشير إلى الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها ما هي الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة الأصل الأول أن المدار في جواز التعبدي هو الدليل وليس الواقع الأصل الثاني أن الدليل لابد أن يفيد العلم والقطع الأصل الثالث أن هذا العلم أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو أن يكون مخالفا للواقع هل أن النصوص الروائية الواردة في كتب علماء المسلمين من أهل السنة أو شيعة أئمة أهل البيت هل تثبتوا هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها أو لا تثبت التفتوا لجيدا نحن الآن حديثنا في هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها أما النصوص الروائية طبعا هنا ملاحظة منهجية لابد أن يلتفت إليها الأعزاء وهي إنما أحاول الاستذلال بتلك النصوص الروائية المجمع عليها في كتب علماء المسلمين وعندما أقول مجمع عليها مو بالضرورة أنه كل علماء المسلمين قالوا يعني أن هذه النصوص الروائية كما وردت في المصادر الحديثية لأتباع مدرسة أهل البيت وردت في المصادر الحديثية المعتبرة في ماذا؟ لأهل السنة أقول المصادر المعتبرة يعني الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر أن السند معتبر أو غير معتبر هل ستقول سيدنا إذا كان السند غير معتبر كيف تستند إليه؟ قلت في الحلقة السابقة أنه ليس دليلي فقط هذه النصوص الروائية وإنما الأدلة العقلية في نظرية المعرفة وهذه مؤيدات وشواهد تؤيد تلك الأصول والقواعد العقلية التي أسسنا لها في نظرية المعرفة من هنا أعزائي سوف أشير إلى بعض النصوص الروائية الواردة في الكتب المعتبرة التفي جيدا غدا ليقل لي قائل بأن سيدنا هذه الرواية ضعيفة السند أنا دعا أتكلم عن أن الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر أن السند معتبر على مباني أستاذنا السيد الخوئي أو غير معتبر على سبيل المثال أعزائي انظروا أعزائي إلى تفسير العياشي العياشي في تفسيره المجلد الأول انظروا أنتم تعلمون أن العياشي متوفى سنة ثلاثمائة وعشرين من الهجرة أعزائي والكتاب التفت جيدا العياشي أعزائي العياشي تفسير العياشي الشيخ أبي النص محمد بن مسعود العياشي المتوفى ثلاثمائة وعشرين من الهجرة أعزائي تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم أعزائي هذا الكتاب أعزائي التفتولي جيدا كل رواياته إلا بعض الروايات بعدد أصابع اليد كلها من حيث السند تعد من الروايات المرسلة بحسب الكتابها وإلا لعل هذه الرواية التي هنا لا يوجد لها سند معتبر نجدها افترض في أصول الكافي من الروايات التي لها سند أنا دعا أتكلم على ماذا؟ على الروايات الواردة وانحصر ورودها في هذا التفسير أو تفسير العياشي ولم نجد لها سندا في الكتب الأخرى عند ذلك تكون رواية معتبرة إذن الكتاب من الكتب المعتبرة وإن كنا عندما نأتي إلى السند نجد أن الرواية من الروايات المرسلة الرواية الأولى لتفتوا جيدا عن هشام ابن سالم أعزائي الجزء الأول صفحة 95 أبواب مقدمة التفسير في من فسر القرآن برأيه الرواية عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه فأصابه لم يؤجر لماذا؟ 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 إذا فسر القرآن وأصاب الواقع الله يعطيه الأجر ولا يعطيه لا يعطيه لأجر لماذا لأنه فسره بلا علم برأيه يعني يوجد عنده دليل ولا يوجد عنده دليل لا يوجد إذن المدار على الدليل وعلى الواقع أعزائي هذه واحدة من الأصول التي أشرنا إليها وهي أن المدار على الدليل وليس على الواقع الرواية الثانية عن أبي الجارود أعزائي الرواية الثانية عن أبي بصير الرخم الرواية صفحة 96 قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء أيضا كلام إن أصاب لم يؤجر لماذا لم يؤجر مع أنه أصاب الواقع فلو كان المدار على إصابة الواقع لا يفرق أن يكون مع الدليل أو أن يكون ماذا بلا دليل ولكن من هذا نكتشف أن الإمام يريد أن يجعل المدار على ماذا يجعل المدار على الدليل ولا يجعل المدار على ماذا على الواقع وإصابة الواقع أعزائي وهكذا روايات أخرى أعزائي الآن لا أريد أن أطيل الكلام عنها من أوضح الروايات في هذا الباب أعزائي ما ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة ولهذا قلت من الكتب المعتبرة لأنه أساسا بعض الكتب غير معتبرة أعزائي حتى لو كان فيها السند معتبر فإنه الكتاب إذا لم يكن معتبرا فلا قيمة لتلك الرواية الرواية أيضا عن أبيه عن أبن أبي عمير رفعه إذن الرواية أيضا في سندها إشكال أنا أبي عبد الله الصادق أنا بيودي أن الأعزاء يلتفتوا جيدا يقول القضاة أربعة الذين يقضون بين الناس هم على أربعة أقسام القسم الأول قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار جيد جدا قضى بالباطل طبيعي هو ماذا؟ في النار وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم شوفوا كله يعلم أو لا يعلم يعني المدار على الواقع له على العلم هذا الذي قلنا بأنه المدار على العلم وليس على الواقع وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة أنا محل الشاه العدي القاضي الرابع التفي جيدا وقاضي قضى بالحق التفي جيدا يعني مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع نعم مطابق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار عجيب قضى مطابقا للواقع يقول لا قضى لهم مطابقا للواقع من باب الصدفة والاتفاق ولكن يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل إذن احفظوا هذا الأصل الكل أعزائي بشكل عام وهو أنه من أصاب الحق وطابق الحق ولكن بلا علم وبرأي من عنده ومن غير منهج علمي ودليل علمي وبرهان واستدلال فهو في النار وإن أصاب الواقع هذا يكشف لنا أن الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها الآن أعيدها مرة أخرى أن المدار على الدليل وعلى الواقع الجواب لو كان المدار على الواقع إذن من أصاب الحق القاضي الذي أصاب الحق وإن لم يعلم فهو ماذا فهو في الجنة لا في النار مع أن الإمام يقول هو أين في النار إذن المدار على الدليل وأنه لابد أن يوجد علم حتى يعلم قلنا لابد أن يوجد قطع وثالثة بغض النظر أنه أصاب الواقع أو لم يصب الواقع هذه بعض النصوص وإلا هناك عشرات النصوص الأخرى التي تثبت لنا من خلال النصوص الروائية أن المدارة في جواز التعبد على هذه الوصول الثلاث أو يستند إلى هذه الوصول الثلاث أولا الدليل للواقع ثانيا الدليل العلمي للظني ثالثا أنه أصاب الواقع أو أخطأ الواقع تبقى عندنا هل أن هذه النصوص لها ما يشابهها ويناظرها في المصادر المعتبرة لأهل السنة أم لا؟ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة